أنا أكف الآن في موقع الانفجار حدث الانفجار تقريبا في منتصف النهار حسب المعلومات أن الانفجار ناجم عن دراجة نارية مفخخة وتسببت بانفجار عجلتين أحد العجلات كان فيها مواطنين قسم منهم أو الأغلب هم من العمالة تسبب الانفجار في استشهاد شخصين بالإضافة إلى جرح أشخاص آخرين حسب الحصيلة الأولية التي كشفت عنها الحكومة المحلية حاليا نحن نقف في مسرح الحادث الأدلة الجنائية الأجهزة الأمنية تقوم برفع البصمات وأيضا رفع جثث الضحايا ومتابعة ملف التحقيق وهناك ربما في الساعات المقبلة ستتكشف حقائق جديدة بناء على المعلومات التي تقوم بجمعها الأجهزة الأمنية سعد قصي قناة يو تي في من مركز أو موقع الانفجار في مركز محافظة البصرة الرحمة لشهداء والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحة أيضا يبقى معي سعد قصي من البصرة سعد مرحبا بك سعد ما الجديد بخصوص هذه الحادثة حتى الآن مرحبا علي طبعا ما زلنا نتواجد في موقع الانفجار في مركز المحافظة وكما تشاهدون مكلفي قبل قليل قاموا برفع السيارات التي تعرضت للحرق جراء انفجار الدراجة النارية ظهر اليوم هذه العجلتين قامت بسحبهما الشرطة بعدما قامت بالكشف على موقع الحادث والأدلة الجنائية تتواجد أيضا كذلك هناك فرق من محققية الشرطة يتابعون مع شهود العيان في موقع الانفجار الشارع ما زال مقطوعا من الجانبين والشرطة ما زالت تتحرى مع الجميع الانفجار هو ناجم كما ذكرنا عن دراجة نارية ظهر اليوم حسب الرواية التي وصلتنا من شهود عيان أن صاحب الدراجة قام بركنها في هذه المنطقة تحديدا وغادر المكان وبالتالي الناس كانت تستفسر عن سبب ترك هذه الدراجة وما هي إلا لحظات حتى حدث الانفجار كانت هناك عجلتان مرت من هنا أحد هذه العجلات كان فيها عاملين يعني يعملون من الكسبة هم كانوا الضحايا الانفجار بشكل أساس حسب آخر حصيلة شهدين بالإضافة إلى أربعة جرحة إثنان من الجرحة حالتهما خطرة أما الجريحان الآخران فتقريبا حالتهما مستقرة نوعا ما وما زلنا نتابع مجريات علاج الجرحة كذلك فيما يتعلق بتطورات المشهد الأمني هناك ربما خلال الساعات المقبلة سنشهد اجتماعا أمنيا مهما لكبار القادة فضلا عن رئيس اللجنة الأمنية العليا المحافظة الذي قال وأكد أن أي إجراءة ستتخذ لن تضر بحركة الناس لن تكون هناك سيطرات لن يكون هنا قطع للشوارع وإنما إجراءات تعتمد على الجهد الاستخباري لمتابعة حادث الانفجار عالي هذا الحادث هو قد يكون الأول من نوعا بعد فترة من الاستقرار الأمني عاشته البصرة فيما يتعلق بالاستهداف يعني هنا أحدد انفجار العجلات المفخخة أو الدراجات النارية منذ سنوات تقريبا لم نشهد هكذا حوادث يعني معظم ما يحدث هنا هي جرائم جنائية أو ربما بدافع سياسي لكن انفجارات منذ فترة لم تسجل البصرة هكذا انفجار وهذا الأمر عائد إلى طبيعة الإجراءات الأمنية التي اتخذت كانت هناك عمليات أمنية حتى الأيام القليلة الماضية مطاردت مطلوبين بحث عن جنات وقتل إلى العدالة قوات الأمنية كانت بين فترة وأخرى تجري عمليات دهم وتفتيش واسعة إلى المناطق بحثا عن أسلحة غير ملخصة وبالتالي كان هناك ضغط أمني ما حدث اليوم هو قد يكون تطور جديد في الملف الأمني في محافظة البصرة وربما سنشهد اتخاذ إجراءات جديدة لتلافي تكرار هذه الحوادث يعني ما زلنا أيضا نتابع ملف أو عملية إخلاء موقع الانفجار من بقايا السيارة هذه السيارة هي أحد السيارات التي تبررت لذلك يعني خامت القوات الأمنية أيضا برفع أشلاء الضحايا وإجراء التحقيقات مع من كان هنا من شهود العيان كما تحدثنا نعم علي شكرا لك سعد قصي على هذه التفاصيل شكرا لك